الجيش الروسي أعلن خبر مرعب لأسطول غواصات الجيش الأمريكي وقوات الناتو الخبر بيقول أنه تم تحديث وتجديد أسطول المحيط الهادئ بمروحيات حرب غواصات متطورة جدا من نوع كاموف 27 ام أحدث نسخة من مروحيات حرب الغواصات في روسيا واللي كانت بتشكل زمان في الحرب البردة الأديمة رعب البحريات الغربية بطن مصمم على بناء أسطول حرب غواصات على أعلى مستوى ممكن لمواجهة أساطيل الغواصات قوات الناتو خاصة غواصة فيرجين الأمريكية وغواصة زئب البحر الأمريكية تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وابارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الستينات وسبعينات بعد ما حصل تطور ملحوظ في أساطيل الغواصات الأمريكية وقيام أمريكا بالتوقف عن بناء غواصات ديزل تقليدية في منتصف الخمسينات والتركيز بس على بناء غواصات نووية أمريكا جمع من سنة 1954 بعد ما عملت أول غواصة نووية في العالم غواصة نوتيلوس توقفت أمريكا عن بناء غواصات تقليدية ديزل وركزت بس على بناء غواصات نووية بعيدة المدى اللي تقدر تنفذ دوريات استراتيجية على حدود الاتحاد السوفيتي وتوصل لقلب القدب الشمالي قاعدة غواصات روسيا الرئيسية من هنا ظهر تهديدات الغواصات النووية الأمريكية وبدأ الاتحاد السوفيتي يفكر في تطوير وسائل حرب غواصات جديدة عشان تتعامل مع تهديدات الغواصات النووية الأمريكية الاتحاد السوفيتي بدأ يركز على فكرة بناء وتطوير مروحيات حرب غواصات تسند السفن الروسية وتعزز قدرات السفن الروسية على مواجهة حرب الأعماق الأمريكية ومن هنا ظهر مشروع مروحية كاموف 27 السوفيتية اللي ظهر لأول مرة في روسيا في منتصف الستينات واكتمل تصميم الطيارة لأول مرة سنة 69 وطار النموذج الأول منها سنة 73 بالتالي احنا قدام مشروع الطيارة قاعد سنين في الاتحاد السوفيتي أخطر من عشر سنين كاملة تصميم وتطوير وبناء النموذج الأول وده يعرفنا ان الاتحاد السوفيتي كان مهتم جدا بمشروع طيارة كاموف 27 وصبر على المشروع جدا وبعد مطار النموذج الأول من الطيارة كاموف 27 العالم اتفاجئ ان تصميم الطيارة المروحية مختلف عن اي مروحية في العالم ان ما فيهاش مروحة ديل العالم كان متعود ان كل المروحيات في العالم الهليكوبتر لازم تشتغل بمروحتين واحدة رأسية بتقوم بتوليد قوة الرافع للطيارة وبترفع الطيارة في الجو والمروحة التانية بتكون مروحة ديل بتقوم بمهام الدفع في السفينة مسؤولة عن الاتجاهات وتوجيه المروحية في الجو الاتحاد السوفيتي عمل تصميم جديد خالص لأول مرة ان تظهر طيارة مروحية هليكوبتر فيها مروحتين رأسيتين متركبين فوق بعض لكن ما فيهاش مروحة ديل وده كان له اسباب ان وجود مروحتين رأسيتين فوق بعض متركبين فوق بعض بيمنح المروحية او الهليكوبتر مزيد من الاستقرار في الجو خاصة في الاجواء الصعبة والمناخ الشرس وقدة العمل في ظروف الجوية المستحيلة طبعا ده لان الاتحاد السوفيتي كان بيدور على تصميم طيارة مروحية حرب غواصات تقدر تطارد غواصات امريكا النووية في اي بحر وفي اي محيط في اي اجواء مناخية صعبة لان القطب الشمالي عادة بيكون المناخ فيه صعب جدا ومن الصعب على اي طيارة انها تطير في اجواء القطب الشمالي وانها روسيا كانت عايزة طيارة شوارع بالمعنى الكامل تشتغل في اي مناخ في اي ظروف جوية عشان تقدر تصطاد واترد الغواصات الامريكية المستخابية تحت جليد القطب الشمالي والتصميم الروسي اثبت نجاح مزهل وبقت مروحية كاموف 27 اقوى مروحية حرب غواصات في التاريخ الطيارة دي يا جماعة اسطورة بالمعنى الكامل اكتر مروحية بتخدم في اسطول روسيا وفي اساطير دول كتير في العالم وبسبب شهرة مروحية كاموف 27 وقويتها العالية جدا في تحمل المناخ الصعب روسيا عملت نسخة تصديرية منها اخدت اسم كاموف 28 دلان الطلب العلامي كان عالي جدا عليها وكمان عملت روسيا منها نسخة مدنية تخيلوا الطيارة دي رحت لأكتر من 27 دولة في العالم قا أكتر مروحية في العالم بتخدم في الجيوش الأجنبية يعني شهرة مروحية كاموف 27 وقويتها المزيلة على تحمل المناخ خلت دول حتى من حلف النيتو نفسه زي اسبانيا البرتغال وكندا يشتروا الطيارة من روسيا انتم متخيلين روسيا عملت مروحية أسطورية بالمعنى الكامل الطيارة دي يا جماعة ربت الرعب لأساطير الغواصات الأمريكية وغواصات النيتو في الحرب البردة الأديمة دلانها كانت مجهزة بكل وسائل كشف وراز وتعقب الغواصات النووية في أي مكان وفي أي ظروف الطيارة الروسية كاموف 27 كانت مزاودة بأنظمة سونار سلبية متطورة جدا بترسل دبت النملة في أعماق المحيط وبتحدد مكان أي غواصة مهما كان عمقها على مسافات كبيرة جدا كمان تم تجهيز المروحية الروسية كاموف 27 بسونار غاطس مغناطيسي بيقوم بتعقب ورز أي غواصة في العالم في أعماق المحيطات من خلال كشف النشاط المغناطيسي دلوقتي الغواصات بتكون مصنوعة من مواد معدنية وبيكون حجمها كبير جدا وازنها ألف الأطنان بالتالي وجود كتلة معدنية ضخمة في أعماق المحيطات خلت دول تفكر أنها تطور نظام كشف غواصات مبني على نظام مغناطيسي دلوقتي لو أنت جبت مغناطيس وقربته لحطة حديد إيه اللي يحصل؟ حطة الحديد بتنجذب للمغناطيس دي نفس الفكرة اللي تبنت عليها نظام كشف الغواصات من خلال النشاط المغناطيسي الغواص حطة حديد ضخمة في أعماق المحيطات ولو أنت حطيت مغناطيس في المياه هيحصل نشاط مغناطيسي وإنحرافات بتدل على وجود كاموف 27 السوفيتية كان عليها أقوى نظام سونار حرب غواصات مغناطيسي في العالم برصد أي غواصة حديدية في المياه وده السونار اللي صنع حالة رعب ضخمة لكل الغواصات الأمريكية كمان تم تجهيز من روحية كاموف 27 بنظام رادار متطور جدا لكشف الأهداف السطحية زي السفن وضربها بحزمة من أقوى الصواريخ المضادة للسفن في العالم كمان وده الأخطر أن من روحيات كاموف 27 السوفيتية كانت أول طيارة مروحية في التاريخ تكون مسلحة نوويا روسيا جمع صالحة المروحية بتاعتها بحزمة من التوربيدات النووية الكافلة بتدمير وصحق وأسطول كامل من الغواصات والسفن في وقت واحد يعني مروحية روسية واحدة تقدر تمسح أسطول كامل من السفن والغواصات الأمريكية في ضربة واحدة وده كان شيء خيالي طبعا مع تطور الزمن مروحيات الحرب الروسية كانوا في 27 إدمت تماما وتقرر وضع برنامج تحديث شامل لتركيبة المروحية الروسية عشان تستمر في خدمة أسطول الجيش الروسي لسنين جاية وهنا ظهر التحديث الجديد كانوا في 27 إدم المخيفة روسيا جمعت طورت كل حاجة في الطيارة نظام الاتصالات أنظمة الصنار أنظمة الرادار التسليح الإلكترونيات القيادة والتحكم شاشات العرض الملونة وصلاة بيانات محركات كل حاجة في الطيارة تم تحديثها بشكل مرعب والأول مرة روسيا ركبت رادار إلكتروني حديث ناشط من فات إيسا اسمه كوبو بعيد المدى قادر على الرازل وتعاقب السفن والأهداف الجوية من مسافة 200 كم وتم تركيب نظام صنار سلبي أقصر حساسية لرازل أصوات الغواصات في الميا وتم تركيب نظام صنار مغناطيسي جديد قادر على تعاقب الغواصات الأمريكية غير الحديدية دلوقتي الاتجاه الجديد في صناعة هيكل الغواصات هو بناء الغواصات من مواد غير حديدية عشان تقديل البصمة المغناطيسية وكمان بيتم تلقى الغواصات من الخارج بمواد بتخفف النشاط المغناطيسي في محاولة لخداء أنظمة رازل الغواصات بالنشاط المغناطيسي فروسيا قالت لا زي ما نيتو بيطور غواصات مصنوعة من هيكل غير حديدية عشان ما تزهرش على أنظمة الصنار المغناطيسية احنا كمان هنتطور أنظمة صنار جديدة تكشف الغواصات الشبحية الأمريكية الحالي بتملك أكتر من 80 طيارة كاموف 27 هيتم تحديثها كلها إلى اطراز كاموف 27 ام المحسنة عشان تستمر في فرض السيطرة والهيمنة على محيطات العالم وعشان تقدر تتعقب وتصاد غواصات أمريكا النووية من فئة فيرجانيا وغواصات زيب البحر سي وولف ورغم أن مروحية كاموف 27 بتعتبر طيارات حرب غواصات وحرب ضد السفن لكن يمكن تجزع بصواريخ أرضية برية عشان تشتغل في البار يعني طيارات حرب متعددة المهام تشتغل في أي مهام كمان روسيا عملت نسخة منها مخصصة للحرب الإلكترونية والإنظار المبكر بتشتغل علامات نطرادات الصواريخ الروسية والسفن الروسية لكشف هجمات المقاتلات والصواريخ ورز السفن من مسافات كبيرة جدا وتوفير الإنظار المبكر لقوات الأسطول الروسي بتوصل سرعة الطيارة في الجو حوالي 270 كم في الساعة والمدى العملياتي أكتر من 1000 كم يعني تقدر تمسح ملايين الكيلومترات المسطحة المربعة من مسطحات المحيطات في العالم في الطلعة الوحدة قدرة عسكرية مذهلة لأقوى طيارات حرب غواصات مروحية في العالم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعم القناة لايك وشير وسبسكراب للقناة أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته